نراحب بكم من إدارة تبتيج وزاعة الصناعة والتجارة في هذه الفقرة سوف نقوم بشرح كيفية تقديم طلب إزالة مخالفة بكل بساطة يتم الدخول على نظام سجلات عن طريق وضع المفتاح الإلكتروني في الشريط العلوي نقوم باختيار الخدمات الإلكترونية من ثم اختيار خانة استعلام أو إزالة المخالفات وبعدها يتم اختيار إزالة المخالفات ثم الضغط على نبدأ الخدمة ثم كتابة رقم السجل في خانة السجل التجاري من دون كتابة رقم الفرح ستظهر لنا قائمة المخالفات المدرجة على القيد ثم ادخال الملاحظات التي تود رسالها إلى المختصين في إدارة التفتيش ومن ثم الضغط على حف ومتابعة ستنتقل إلى صفحة تحميل المستندات فيرجى أرفاق المستندات المطلوبة لكل مخالفة والحرص على أن تكون جميع المستندات التي يتم تحميلها هي المستندات الصحيحة وبعد التحقق من كافة البيانات التي تم دخلها يتم الضغط على رسال وفي هذه الحالة قد وصل الطلب للمختصين بإدارة التفتيش لأخذ الإجراءات اللازمة للاستعلام عن الطلب أو في حالة تم استرجاع الطلب من قبل المختصين من إدارة التفتيش للاستعديل فيرجى الضغط على استعلام عن حالة الطلب يتم الضغط على بدء الخدمة ومن ثم يرجى كتابة رقم السجل من غير رقم الفرق والضغط على بحث سوف يتم عرض حالة الطلب في هذه الحالة فإنها مرفوعة للتعديل للتعديل يتم الضغط على رقم الطلب من بعدها يتم راجعة الطلب وبيانات الطلب وللطلاع على مراحظة المختصين والضغط على تعديل ومن ثم يتم رفاق الملف المطلوب بنفس الطريقة التي تم شرحها في طلب إزالة مخالفها وكتابة الملاحظات الجديدة ومن بعدها يتم إعادة الإرسال لمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل معنا عن طريق الغنوات المتاحة والموجودة في نهاية الفيديو مع تحيات إدارة التفتيش